في عدد 14 ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصاً للعالم دي شغلة مهمة أوي أننا بنشهد أن الآب أرسل الإبن مخلصاً للعالم لكن رغم عظمة هذه الشهادة فهو بيبنيها على إن أحب بعضنا بعضاً وكأنه عاوز يقول سنشهد أمام العالم بما لا يعرفه العالم بما لا يؤمن به العالم بشيء فائق وعظيم أن الله أرسل أن الآب أرسل الإبن مخلصاً للعالم محبة الآب كانت إلى هذه الدرجة أنه بعث ابنه عشان يخلصنا ما قيمت هذه الشهادة السامية والراقية إذا لم يكن لها مردود فينا يعني إذا كنا بنأكل في بعض وما بنحبش بعض وبنقول إن الآب أحبنا وأرسل ابنه ما أضعف هذه الشهادة لكن لما العالم يشوف محبة حقيقية أحدنا للآخر وبعدين يسمعنا بنقول يا جماعة إحنا اللي إحنا بنعمله ده إن هو إلا قبص ضئيل جداً من محبة أعظم بكثير جداً ضارت عندما أرسل الله ابنه إلى العالم لكي نخلص ونحيا به كلمة هكذا مدياني شوية الدلالات جميلة يعني إذا كان الله أحب بهذا المقدار ما جيش واحد يقول إن هو مرتبط بالله أن نبع الله نهائي للحب ويقول أنا حبي محدود إذا كان الله أحبني بالرغم من مش لأني بالرغم إن أنا وحش فما جيش أقول الشخص ده ما يستهلش المحبة لأن أنا ما كنتش أستهل محبة الله الله لما أحبني مش لأني كنت أحبه لكن أحبني لأنه أخذ قرار إنه هو يحب فأنا مش أحب واحد ببدله المحبة دي مسألة قرار إيجابي فعلي إن أنا أحب الناس دي فكأنه عايز يقول عايز تكتسب طاقة لمحبة الآخرين بيها تعكس الشهادة لكنا نتكلم بيها مع بعض من شوية الحل الوحيد تأمل في حب الله ليك وعلى قد ما تشوف إنه قد إيها الله أحب وإزاي الله أحب على قد ما تكتسب طاقة إن أنت تحب الآخرين اشتركوا في القناة